نادي الاقل اللي مفرح ماص ومشرف العرب في منديال الاندية وكسب اوكلاند سيتي ورايح لسياتل ساوندرز بكرة في السابعة والنص بتوقيت القاهرة السادسة والنص بتوقيت المغرب الشقيق فبالتالي نهاردة كان فيه مؤتمر صحفي عظيم لمستر مارسيل كولر اللي تعهد بالفوز غدا بإذنها تعال وقال انا عندي اهم سلاح اواجب بيه الفريق الامريكي اللي عامل معسكر بقال له ثلاث اسابيع في مارابيلا في اسبانيا بينه وبين المغرب يعني خطوطيه على الماي نص ساعة بالمارك فالله مصنع محمد وجه فقالك انا عندي اهم سلاح في رقيته والتركيز التركيز والحالة الجميلة اللي عايشها لعبة النادي الاهلي في التركيز وحالة المميزة اللي عندي لعبية وحالة الفواءان اللي عندي المهاجمين كهرباء ومحمد شريف وحسني الشحاج وبرستاه واحمد عبدالقادر وطاير محمد طاير والقادمون من الخلف وكذا قال اتمنى ان احنا نبقى في نفس المستوى لكن اللاعبة بتعيش في حالة تركيز شديد من اجل صنع مجد لانفسهم وللنادي الاهل وقال ده اهم سلاح عندي في عبارات الغض بإذن الله تعال وقال ان انا عمد عناصر مميزة قادرة على مواجهة الكبار واللعب مع الكبار بإذن الرحمن يا عم هشام هشام الاهل كذبان بإذن الرحمن الاهل كذبان انا متفاع حالة التركيز اللي انا شفته جوا النادي الاهلي وفي مؤسكر النادي الاهلي وفي فندو النادي الاهلي وعزل اللاعبين عن اي حاجة يعني اللاعبة كانت بتعدوا قدام من المبارح كأنهم عساكر في جيس خلاص نازلين من الباص متجهين الى القوة عشان انضموا حضر بقى لو يبصوا يمين ولا شمال بقى لهمش ده اعملوا عادة على الترابيزة دي ولا كده كل واحد ماشي عينه في قفل لقدامه ورايح هناك قمة التركيز قمة التركيز فيش بقى الزاك يا فلان ولا عامل ايه علان لا وده كان شيء رائع جدا 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 بما فيهم كابت محمود الخطيب ورايح هناك بما فيها كابت سادعب حفيز بما فيها خالد مرتاجي بما فيها كل مرسل كولر واجهاز طيب حاجة تانية النهاردة كمان اتكلم محمد الشناوي وقال ان احنا بنسعه الى الفوز محليل اداء ما تنساش معانا بإذن الله تعالى على نجم الجمهير هيبقى معانا الاستاذ خالد علي وغلام كمان اللي هما الاتنين محليلين بتوع سانداونز اللي جايين يتابعوا نادلالي هنا وهتابعوا مباراة بكرة ثم هيسافروا عشان هيروحوا جروة على ما اظن مباراة سانداونز تحليل كامل للنقاط القوة والضعب في الاهلي والسياتر ان شاء الله ان شاء الله طيب النهاردة كان في الاجتماع الفني الاهلي هيلعب باللحمر في بيض والسياتر هيلعب باللخضر في اللزرق وحضر الاجتماع ده طبعا خالد مرتاجي واحمد ابو عبلا وسومير عدل وجمال جبر كابت سادعب حفيز وحنان الزين وعلاق صلاح اللي هو علاق صلاح واحمد الطوخ ومير عب عزيز الاداري وتم الاستقرار على كل شيء لكن كابتن محمد الشناو قال حاجة مهمة جدا وضعه زميله شوف بقى الروح الجميلة حسين الشحات مع ميس قالك ان الراجل عامل انجاز كبير جدا وتساوى بانجازه من حيث التسجيل في تلات نسخ مع ميس وروناردو وجاريسبيل عندنا نجمة علامة النهاردة يجب ان نحتفي به ونتشرف به ونسانده وندعمه ودي الروح الجميلة اللي موجودة في النادر اهلي وسجل في ثلاث نسخ وهذا امر عظيم جدا 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 لنجمناك كبير حسين الشحات اللي بنتمنى له التوفيق وانا بقولك بازن الرحمن مكمل مع النادر اهلي موضوع تجديده ده موضوع امر بسيط عاوز اقول على لقطة جميلة نهاردة لعبت النادر اهلي وهم لسه بدأوا التدريب اروا الفتحة اروا الفتحة اول مرة يعني اعرف المعلومة دي اروا الفتحة في بداية التدريب وضعوا الله بالتوفيق وربنا يوفقهم بإذن الله تعالى وهنا الشعب المغرب العظيم بيدعولهم بكرة بالفوز وهيبقوا موجودين لدعم النادر اهلي في هذه المباراة المهم عاوز بس اقول على تصريح مهم عمله كابتن حسام البدر حسام البدر عاوز اقولك عمل مبارح مدخلة معزميننا اسلام صادق وفرم اسلام صادق في الجزئية بتاعت ان فيه قرار سري بعدم عملك في الناد الاهلي وهو رد قال له انت مش مسؤول وحاجات بالشكل ده على الهاو عجبني ان كابتن حسام مقفلش السكة يعني خد وده معاه وقال رأيه واختلف مع المزيع والمزيع تقبل هذا الامر لكن يعني قالك ان كنت عندي معلومة ان الزمالك طلبه هو مبارح قالك انه رفضت تدريب فريق كبير الزمالك اللي انا عارف انه الزمالك الطلب في الزمالك وكان ما تروح اسمه في فاركو وكان ما تروح اسمه في سيراميكا وهو يعني يعني قالك انا منفتح على كل العروض لكنه رفض تدريب نادي الزمالك ومحبش انه هو يخش في منطقة كده فكابتن حسام البدر الصراحة قال معلومة مهمة جدا وهي قالك ان انا علاقة طيبة برئيس النادي وبمجلس الادارة وبالاهلي وهذا الامر صحيح قالك ان انا ما ينفعش اقول ايه اللي بيحصل يا جماعة احمد قندوسي اللي مرشحه للنادي الاهلي كابتن حسام البدر واللي قال على امكانياته الفنية وقدراته الفنية هو كابتن حسام البدر والكابتن محمود الخطيب مالوش عداءات مع حد واذا كان في حد زي كابتن حسام البدري زي كابتن هادي خشبة زي كابتن احمد حسن زي اي حد اشتغل في بيرامدز كان شغال وبيقبض هو قالك انه لك ولو كنت عارف ان الجمهور يغضب مني بالشكل ده ما كنت شروح فاهمني ويعني كده يعني قالك ما كنت شروح لكن في الاخر هو رفض تدريب نادز زمالك معلومة اللي عندي ان كابتن حسام البدري رفضا تدريب نادز زمالك خلال ايام الماضية لما قالك فريرة ماش هنجيبه زمانة بي لا ده بنجيبه حسام البدري ومن المؤكد ايضا ان اللي بقى هو محبش يخسر الجمهور كابتن حسام فده لازم يقوله للناس ان الراجل ضحب عرض نادز زمالك عشان محبش يخسر الجمهور رغم ان مرتضى بيشيد بيه من وقت للتاني ماشي فهو رفض تدريب نادز زمالك حرصا على محبة جمهور النادي الاهلي العظيم وبالتوفيق بإذن الله تعالى للنادي الاهلي غدا وبالتوفيق لكابتن حسام البدري